بينما يحاول الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إعادة إحياء خطاب النصر عند أهم حلفائه بات الأوكرانيون محتارين أي يصدقون رئيسهم زيلينسكي أم قائد أركان جيشهم فاليري زالوجني إلا أن الجبهة جاءت بأخبار لا تخطئ فالقوات الروسية تقترب من السيطرة الكاملة على مدينة مارينكا أما أفديفكا فهي تقريبا محاصرة ومصيرها لن يختلف كثيرا عن مصير بخموت الأخبار السيئة باتت تصل زيلينسكي تباعا فحتى الأراضي التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية في هجومها المضاد في الصيف الماضي باتت الآن تخسرها القوات الأوكرانية هاجمت من مدينة أوريخوف التي كانت تسيطر عليها وتمكنت من اختراق خط الدفاع الروسي الأول لتتوقف عند خط الدفاع الروسي الثاني جنوب مدينة رابوتينو إلى أنها الآن باتت تخسر هذه الأراضي بعد أن أعلنت اليوم وزارة الدفاع الروسية أنها سيطرت على مدينة نوفو باكروفكا بعد أن شنت هجوما مضادا شاملا من الشمال وهجوما آخر من الشرق في اتجاه فرابيوفي وهجوما آخر من الجنوب باتجاه رابوتين القوات الأوكرانية تراجعت بعد أن سيطرت وتمكنت من استرجاع عشرة كيلومترات مربعة خلال هجومها المضاد الصيف الماضي باتت الآن تخسر حتى الأراضي التي سيطرت عليها خلال الهجوم المضاد المكلف عشرة كيلومترات مربعة مقابل مئة ألف جندي من الخسائر مثل ما تقول تقارير أمريكية الخبر السيء جاء من قائد القوات البرية الأوكرانية أليكساندر سيرسكي الذي أكد أن القوات الروسية باتت تجمع قوتها أكثر فأكثر شمالا وربما هدفها المقبل سيكون خاركوف لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة